اهلا بكم انخراط كبير للمغرب في مجال الحفاظ على البيئة وحمايتها من تأثير التغيرات المناخية سواء على المسى والقاري او العالمي في هذا الصياق اكد الملك محمد السادس خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الامم المتحدة حول تغيرات المناخية كوب 21 ان المملكة المغربية ومنذ لقاء ريو دي جانيرو سنة 1992 الذي دق نقوص الخطر بالنسبة لقضية المناخ قد انخرطت وبكل حزم من خلال سياستها الارادوية للتنمية المستدامة وحماية البيئة في الجهود الشاملة التي يبذلها المجتمع الدولي وذلك عبر مجموعة من الاصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والتنظيمية عام 2016 نظم المغرب المؤتمر الثاني والعشرين للاطراف في الاتفاقية الاطار للامم المتحدة حول تغيرات المناخية كوب 22 تظاهرة انتهت باقرار خطة عمل تستمر حتى سنة 2018 لتطبيق اتفاق باريس الذي توصل اليه المجتمع الدولي في 2015 هذا الحدث البيئي نجح ايضا في اشراك وتعبئة الفعيين غير الحكوميين واقناعهم بالانخراط في تمويل المبادرات الصديقة للبيئة واثبت اول مؤتمر للمناخ بعد اتفاق باريس بالفعل انه مؤتمر للتنفيذ والعمل المشترك تم فيها التعهد بتقديم 80 مليون دولار للدول من اجل التكيف مع تغير المناخ والتقدم في ارساء قواعد التنفيذ وتبنت جميع الوفود في مراكش بيانا يعلن ان استمرار الزخم لمكافحة تغير المناخ لا رجعة فيها باشهر قليل قبل الكوب 22 اطلق المغرب مبادرة زيرو ميكا وهي حملة وطنية تهدف الى منع الاكياس البلاستيكية نهائيا وتعتبر الاولى على المستوى العالمي لمنع انتاج وتصدير وبيع واستعمال الاكياس البلاستيكية المبادرة دخلت حيز التنفيذ بعد اقرار قانون 1577 في فاتح من يوليوز عام 2016 وذلك نظرا للتأثيرات السلبية الخطيرة للاكياس البلاستيكية الخفيفة على المنظومات البيئية والتنوع البيولوجي بمكوناته النباتية والحيوانية والموارد الطبيعية والثروة السماكية وكذلك على صحة المواطن السياسة البيئية التي ينهجها المغرب تشمل ايضا انجاز عدد من المشاريع الكبرى المرتبطة بحماية وتقييم التنوع البيئي مخطط المغرب الاخضر مشروع يسعى من غلاله المغرب الى جعل الفلاحة المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الوطني خلال الخمس عشرة سنة القادمة وذلك بالرفع من الناتج الداخلية الخام وخلق فرص للشغل ومحاربة الفقر وتطوير الصادرات ماحطة نور للطاقة الشمسية مشروع يسعى من خلاله المغرب الى تأمين اثنين وخمسين في المئة من حاجياته الكهربائية بحلول سنة الفين وثلاثين عن طريق الطاقة الشمسية ويتكون من اربعة مراحل نور واحد نور اثنان نور ثلاثة ونور اربعة كما يعد اكبر مشروع في العالم لانتاج الطاقة الشمسية هي اذا مجهودات تؤكد انخراط المملكة في مجال الحفاظ على البيئة وتشهد اشادة دولية وتجعلها تتبوأ مراكز الريادة افريقيا وعربيا الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة